تست مايك جديد أخيرا أخيرا قدرت أشتري المايك الزبدة ما علينا من هذا مثل ما أنا وضح بالعنوان أكثر ثلاثين شخصية ظهورا في أنمي دراغون بول طبعا قبل ما أبدأ في المقطع لازم تركز في النقطة هذه إذا ما أركز في النقطة هذه صدقني ما رح تفهم شيء في المقطع أنا رح أرتب الشخصيات حسب عدد مرات ظهورهم حسب قوتهم أتمنى أن المعلومة وصلت وخلونا نبدأ بدون أي مقدمات طويلة طبعا أقل الشخصية ظهورا في أنمي دراغون بول سوبر اللي هي كيل واللي تحتل مركز الثلاثين عدد مرات ظهورها هي 17 مرة بس وننتقل للشخصية اللي بعدها واللي هي أخت كيل اللي هي كاليفلا عدد مرات ظهورها هي 18 مرة والشخصية اللي بعدها واللي تحتل مركز الثمانة وعشرين اللي هو جيرين عدد مرات ظهور جيرين 19 مرة بس طبعا جيرين رغم عدد مرات ظهورها كان قليل مرة في الأنمي إلا أنه الشخصية هذه تعتبر واحدة من أكثر الشخصيات اللي تم تطبيع لها في تويتر والإنستجرام لدرجة أنه الشخصية هذه صارت ميمس أنا عن نفسي أشوف أنه يستاهل التطبيع هذا لأنه صعب أنه تلقى شخصية ما تمتلك حتى كي حكام وتصمت قدام الغريزة المتقنة حتى فشي عظيم من جيرين الزبدة خلونا ننتقل للشخصية اللي بعدها واللي هو من شلة مايا اللي هو الشو عدد مرات ظهور الشخصية ذي هو 24 مرة والشخصية هذه تحتل رميكس 27 وننتقل للشخصية اللي بعدها وهو برضو من شلة مايا صراحة اسمه صعب بالنسبة لي الزبدة صورة الشخصية هذه قدامكم برضو هو كمان عدد مرات ظهور الشخصية هذه هو كمان 24 مرة والشخصية اللي بعدها برضو عدد مرات ظهورها اللي هو 24 مرة نفس الشخصية اللي قبلها واللي قبلها برضو اسم الشخصية جوكو أتوقع أني يلافظ اسم الشخصية بشكل صحيح الزبدة عدد مرات ظهوره هو 24 مرة وننتقل للشخصية اللي بعدها واللي هو تشابك دايم ليش أسامي الشخصيات صعبة للدرجة هذه الزبدة أنا بسويها على طريقة أولترا دراجون أقول إني بورلي إذا ما قدرت أنطق اسم الشخصية بشكل صحيح الزبدة خلونا نكمل برضو الشخصية هذه عدد مرات ظهورها 25 مرة والشخصية اللي بعدها واللي يعتبر حاكم دماء لكون 11 اللي هو فيرموت عدد مرات ظهور فيرموت في الأنمي 25 مرة برضو والشخصية اللي بعدها واللي تحتل مركز 22 اللي هو توبو عدد مرات ظهور توبو في أنمي دراجون بول سوبر 28 مرة والشخصية اللي بعدها واللي تحتل مركز 21 اللي هي فادوس عدد مرة ظهور شخصية فادوس في أنمي دراجون بول سوبر هو 29 مرة الفارق بينها وبين توبو واحد بس والشخصية اللي بعدها واللي هو برضو عدد مرة ظهوره 29 اللي هو ميستر ساتان يب كلكم تحبوه المهايطية الأسطورة ساتان وننتقل للشخصية اللي بعدها واللي تحتل مركز 19 اللي هي مايا عدد مرات ظهورها 32 مرة والشخصية اللي بعدها اللي هي تشي تشي عدد مرات ظهور تشي تشي اللي هي زوجة كوكو طبعا انا اقول تشي تشي ما قلت اتشي تشي تشي اللي هي زوجة كوكو الزبدة عدد مرات ظهورها 34 مرة والشخصية اللي بعدها واللي تحتل مركز 17 اللي هو اندرويد 17 صدفة جميلة احتل مركز 17 واسمه اندرويد 17 الزبدة ما علينا عدد مرات ظهور اندرويد 17 اللي هو 37 وثلاثين مرة والشخصية اللي بعدها اللي هو زينوساما اللي يعتبر الشخصية مهمة ومنفس الوقت طفوليه مرة عدد مرات ظهور شخصية زينوساما 42 مرة وننتقل للشخصية اللي بعدها واللي احتل مركز 15 اللي هو داني شينيكان طبعا انا استغربت لما عرفت انгрد مرات ظهور داني شينيكان اكثر بكثير من زينوساما عدد مرات ظهور 45 مرة وننتقل للشخصية اللي بعدها ولي تحتل مركز الـ 14 اللي هو تنشيهان عدد مرات ظهور تنشيهان 47 مرة وننتقل للشخصية اللي بعدها واللي هو السحلية ساما او فريزا ساما الزبدة ما علينا عدد مرات ظهور فريزا ساما 50 مرة والشخصية اللي بعدها اللي هو قوتن عدد مرات ظهور قوتن 51 مرة والشخصية اللي بعدها واللي تحتال مركز ال 11 اللي هو قوهان عدد مرات ظهور قوهان 52 مرة وننتقل للشخصية اللي بعدها واللي هي اندروي 18 عدد مرات ظهور اندروي 18 اثنين وخمسين مرة وننتقل للشخصية اللي بعدها واللي تحتل المركز التاسع اللي هو موتن روشي او مستر روشي عدد مرات ظهوره هو تسعة وخمسين مرة وننتقل للشخصية اللي بعدها واللي هو ترانكس عدد مرات ظهور ترانكس الصغير اربعة وستين مرة وننتقل للشخصية اللي بعدها واللي هو كايوشن العجوس ذاك إذا بدأ عدد مرات ظهور كايوشن اللي عجوس 65 مرة وننتقل للشخصية اللي بعدها واللي تحتال المركز السادس اللي هي بولما عدد مرات ظهور بولما 73 مرة وننتقل للشخصية اللي بعدها واللي احتل مركز الخامس اللي هو بيكولو عدد مرات ظهور بيكولو في الأنمي 79 مرة والشخصية اللي بعدها واللي احتلت المركز الرابع اللي هو كوريلين عدد مرة ظهور كوريلين اللي هو 91 مرة والشخصية اللي بعدها واللي عدد مرة ظهورها مرة كثير برضو اللي هو بيروس بيروس عدد مرة ظهورها 101 والشخصية اللي بعدها واللي تفوق ببيروس بفارق 6 بس اللي هو فيجيتا عدد مرات ظهور فيجيتا في الأنمي 107 وننتقل للشخصية اللي بعدها واللي تعتبر أكثر شخصية ظهورا في أنمي دراجون بول سوبر اللي هو جوغو عدد مرات ظهور جوغو في هذا الأنمي 131 مرات يب أكثر شخصية ظهورا في أنمي دراجون بول سوبر وبس والله من هنا وصلنا إلى نهاية المقطع أتمنى أن المقطع ينال إعجابك ولا تنسى الاشتراك واللايك والنشر وبرضو لا تنسى انك شيك على فيتاتنا السابقة كان هذا اللي عندي أشوفكم أخيين رهيبين Peace out